بص يتقال اصله يا جماعة ما هل ناس معاها حق لانه التحكيم بيجامل الاهلي او الحكام بيجامل الاهلي الزاوية التانية بقى الزاوية التانية اللي حتى الكابتل حسن قالها للأستاذ ابراهيم عيس وقال له دي اوهام قال له اه اوهام طبعا مش معقولة لانه الناس عايش على جون الكابتل حسن شحات لو سألت الحد الزمالك خسر ليه الدور السنة اللي باتت يقولك اه اما محمد حسام لغى جون حسن شحات ده الهدف اللي بقى متحمل عليه كل حاجة في التاريخ لا حد بيقول جون ربيع سين ولا حد بيقول جون عمر أنور ولا حد بيقول حاجات كتيرة وعلى ما يهوب وغيره حاجات كتيرة لكن على ذكر التحكيم والسنة دي بقى قبل ما نبعد بعيد كابتن ياسر عبرقوف وفي قناة الزمالك حاب يعمل تحليل لضربات الجزاء السنة دي مش بس مين الأندية اللي أكثر حصولا على ضربات الجزاء وأقل حصول احتسابا لضربات الجزاء عليها لا بالحكام مين الحكام اللي حسبه المين كام نشوف عملت لك إحصائية لرقلات الجزاء لكل فريق الحاكم حسب ايه والبار حسب ايه لأن انا كان مهم بالنسبالي ان انا اصلنا في المية وعشرين دول اتحسبه ازاي فحلق ان اكتر فريق حسب له رقلات الجزاء كان فريق المصري تمام تمام وكان 13 راكل الجزاء الحاكم حسب 8 والبار اشترك معاه في 5 الزمالك حيجي في المركز الثاني 12 راكل الجزاء 7 و5 يعني 7 الحاكم حسبهم له و5 البار اتدخل فيهم يعني 5 البار تدخل تمام لا اخد بالك السبع اللي اتحسبوا البار تأكد منهم كمان بالضبط تمام بنتكلم في سراميكا سراميكا 6 و4 يعني 10 بنتكلم فوادي دجلة 4 و6 10 4 حكم حسبهم و6 حكم الفار اشترك معاه سموحة 4 و5 مصر المقصة 3 و4 طلاعي الجيش 3 و4 الجولة 3 و4 امبي 3 و5 او 2 و5 تمام دول في المركز الخامس يعني دول من حيث الترتيب دول جايين في المركز الخامس اللي اسماعيلي في السادس لوحده 3 و3 اجمالي 6 رقلات جزاء بعد كده بنتكلم على 4 فرق في المركز السابع اللي هما بيرامنز ومقاولين والمحلة والانتاج الحاربي كلهم حسب لهم 5 رقلات جزاء برضو منوعين 2 و5 و4 و1 و4 يعني غزل المحلة مثلا حكام حسبت له رقلات جزاء والفار هو اللي نبه الحكام لاحتساب 4 رقلات جزاء في المركز الثامن البنك الاهلي الحكم حسب له واحدة والفار حسب له 3 بإجمال 4 رقلات جزاء الاهلي حسب له 3 رقلات جزاء التلاتة اللي حسبهم الحكام الفار ما تدخلوش في ولا لعبة معاه الاتحاد السكندري نفس الشيء 3 وبرضو مافيش فار أسوان 3 وبرضو مافيش فار اتدخلهم في احتساب رقلات جزاء ده خبير التحكيم الكابتن ياسر عبرقوف وفي قناة الزمالك الزمالك اتحسب له 12 ضربة جزاء الاهلي اتحسب له 3 الفار عمره ما اتدخل للاهلي اتدخل 5 مرات لصالح الزمالك واتدخل 5 مرات للزمالك بصوا الحقائق وفي قناة الزمالك الحكام فيه 3 حكام ما احتسبوش حقوق شرعية للنادي الاهلي لجهات جريشة حسب ضربة الجزاء للاهلي قدام بيرامدس ولا احمد الغندور حسب للاهلي قدام دجلة ولا امين عمر حسب للاهلي قدام الزمالك في المقابل انه محمود البنة اللي كانوا بيتهموه هو اكثر حكم صفر ضربات جزاء للزمالك ايه رأيكم بقى وده احصائية قناة نادي الزمالك الزمالك 12 ضربة جزاء كابتل محمود البنة حسب له منهم ضربتين في مباراة المصري وضربة في مباراة الاهلي جهات جريشة حسب له واحدة في بيرامدس ابراهيم نور الدين حسب له اتنين مرة في المقولين ومرة في الاتحاد العدوة حسب له مرة في البنك الاهلي امين عمر اللي عمره ما حسب ضربة جزاء للاهلي حسب واحدة للزمالك قدام الانتاج الحربي واحدة قدام مصر المقاص ومحمد عامر محمد عادل حسب له قدام ودي دجلة والصباحة حسب له في مباراة امبي وعشور حسب له في مباراة سموحة والفار لم يتدخل مرة واحدة لانصاف الاهلي بالعكس تدخل لالغاء حقوق للاهلي انت لو عايز تخش في الدوامة دي دي عايزة حلقة لوحدها ليه هتيجي تقول مين اللي تحسب عليه ضربات جزاء ومين ما تحسبلوش والفار تجهل ايه واهتم بايه ولغى ايه على ايه يعني كمان الفار مش بس حسب لك ده لغى عليه حاجات وتجهل حاجات وخلي بالك اخرها المصري ضربة ان الضرب ما يجيبش اللقطة اللي قبل اللمسة اللي يبدأ على طول هي لكنها نفس اللعبة اللي فيها الدفعة قالوا لا ما تقولوش ما تقولوش خلينا هنا دي خلينا فيدي بس معاين كل الناس قالوا دي كانت لازم تطعير ودهما تضرب الجزاء وفيها مكسب دي فيها مكسب باتنين بون صحيح هو ده التحكيم عشان تشوفوا حتى اوهام نظرية المؤامرة والادعاء بانحياز التحكيم لنالك ازاي ده كلام مالوش تاني بس هي لازمة وكلام من صنع فزاعة هو ده الاحصائي دي لصالح النادي اللي قاله كان حصل ايه بقى ها الجدول ده اعكسه كده اه اتنشر لتلاتة ده كان حينكتب على الحوايط اه في الحوايط والأذيق الكلام ده الاتنشر اكبر ولا التلاتة انما مش ممكن مش ممكن ان انا اعايش الناس ولو اه انت دي المكابرة بقى الناس اللي هي بتستخدم ده والله لا هدف لها الى الترويج لنفسه ولا مصالح الزمالك ولا سيبك من الكلام ده كله وليكن يعمل اللي يعمله لكن ابعده عن الاهلي وابعده عن علاقة الاهلي بالزمالك دي كيانات كبيرة بجد دي كيانات كبيرة وراها جماهير كبيرة دفع عن الزمالك براحتك قول حقوقك براحتك بس ليه لإساءة للاهلي ليه تقليل من قيمة الاهلي ليه محاولة الادعابة انه انت كل حاجة بتعملها غلط مسؤول عنها الاهلي وكل حاجة صحة الاهلي بيعملها انت عايز زيها اشتركوا في القناة